السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله او مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28% تعمل وتحقق الربح وباقي 72% تعد شركات خاسرة مشيرا الى وجود قرابة 400 الف عامل في تلك الشركات لتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون اداء اعمال منتجة ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية في عددها الصادر عن صالح قوله انه منذ عام 2003 تعرض نشاط الانتاج القطاع الحكومي الى التوقف والاهمال فمن بين 173 شركة عامة او مملوكة للدولة لم تجد ما يعمل منها فعليا في الوقت الحاضر ويحقق الربح سوى 28% بينما ال72% الباقية هي خاسرة كاشفا ان اكثر من 20% من تلك الشركات ازيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليجة الثانية وادت الى زوال النظام السابق ولفت الى ان الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الاولية وتسويق المنتج والاسعار بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم مبينا ان هناك قرابة 400 الف عامل يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون اداء اعمال منتجة منذ 18 عاما مؤكدا ان الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين ولكن العلة بسبب التقصير والاهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط واهمال اي مورد اخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر